السلام عليكم وعليكم السلامة والله وبركاته يقول دورنا كأبناء كبار متزوجين وبعد عشرة عمر أمي وأبي دورنا ماذا تجاه زوجة الأب بما أن الموضوع يجرح قلب أمي ويبكيها وأبي نخبره أننا لا نريد مداخلة معه فيقول انظروا الشارع ماذا يقول بر الوالدين لله الحمد بر بأبي وأمي هذا من البر ما هو البر في هذه المسالة الحالة هنا يسأل عن أنه تزوج أبوه مرأة أخرى وعلى ظاهر السؤال أمهم لا تريدهم أن يتواصلوا مع هذه المرة مع زوجة أبيهم وأبوهم يأمرهم أن يبقوا على اتصال مع زوجته وأمهم تنهاهم أول النفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فهنا لا بد من أن يكون الأمر معروفا حتى يطاع الشخص سواء كان أما أو أبا أو حاكما أو غير ذلك لا طاعة في غير ما أمر الله تعالى وأجاز لا يجوز لأمهم مع خلاف هذا مع بيهم أن تأمرهم بأن يقطعوا زوجة أبيهم أو أن يقطعوا أباهم هذا لا يجوز لها وليس من سلطتها ولا تطاع إن أمرت بهذا لأن الطاعة في المعروف وكلامها هذا ليس معروفا هم عليهم أن لا يوتروها بمعنى أن تكون علاقتهم وتصرفاتهم مع أمهم وأبيهم بعيدة عن الأساليب التي تجرح أمهم بأن يزوروهم ونحو ذلك في غير الأوقات التي تعلمها أمهم أن يخفوا عنها مثل هذا الأمر لكن أن يطيعوها في القطيع ذلك كله مما لا يجوز وليستمروا ببرهم بأمهم وبأبيهم وبزوجة أبيهم أيضا فهذا كله مأمورون به أن يطيعوها في معصية الله تعالى فذلك كله مما لا يجوز لهم والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر